بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في سلسلة معاكم مهندس اشرف رمضان النهاردة ان شاء الله هتكلم عن الديتيل الخاص بالسيركت بتاعة الهوم رن كمام والكابلات اللي موجودة على الكابلات هنقول كابل تري ديتيل فور سيركت هوم رن طبعا في الاول لازم نعرف معنا كلمة هوم رن هوم رن هي عبارة عن الوصلات والاسلاك اللي وصله من مخرج معين من سوكت معين وصله الى اللوحة فده بنسميه الهوم رن ده بنسميه الهوم رن تعالوا نبدأ نشوف على المخططات في عند الكابل تري ديتيل فور سيركت هوم رن لو احنا قربنا كده يا شباب ادي في عندي هنا كابل تري ده مرصوص عليه الكابلات اللي احنا هنبدأ نوصلها او نعمل منها الهوم رن ده الهوم رن كابل فروم البانل بورد يبقى الهوم رن ده الكابلات اللي جاية من اللوحة من البانل بورد بنسميه هوم رن طبعا الحاجات دي مرصوصة على كابل تري بدات كابل تري طيب في حتة مهمة جدا لما باجي ادخل او اطلع من الكابل تري تمام لما باجي ادخل او اطلع من الكابل تري بركب يا شباب فليكسبل كوننكتد ويز بوش او بوشنج اللي هو الجزء بتاع الكنكتور ده تمام بعد هذا الكنكتور بركب الفليكسبل بتاعتي المصورة الفليكسبل يبقى الهوم رن يبقى الهوم رن داخل على المصورة الفليكسبل وبعد كده رايح هيدخل على البوكس او الجنكشن بوكس ده تمام بيدخل من خلال فليكسبل كوننكتور ويز بوشنج بقى انا فيها عندي فليكسبل كوننكتور او كوننكشن ويز بوشنج في فوق وتحت بقى قبل او عند الدخول على الكابل تري وعند الدخول يا شباب على مين عند الدخول على البوكس بتاعي اللي احنا شايفينه ده العشرة فعشرة متالك جنكشن بوكس ادي عندي الجنكشن بوكس تاني انا عندي المستطيل ده هو الجنكشن بوكس بوكس ده بوكس ميتاليك تمام جنكشن بوكس ميتاليك عشرة فعشرة ده الكنكتور اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو داخل من الفليكسبل واصل بين الفليكسبل و الجنكشن بوكس ده اللي هو الكنكتور ويز بوشنج داخل على الامت ادابتور ده طبعا المصورة عشان نركب الجنكشن بوكس ده نوصله مع المصورة الامت لازم نركب امت ادابتور ده معلومة مهمة جدا لازم نركب امت ادابتور ادابتور كده بندخل على المصورة الامت خمسة عشرين ملي متر فاي امت كونديوت ده عشان توق الباور اوتلت لمخارج الباور طبعا عشان نثبت الامت كونديوت ده بنستخدم السي كلامب عشان نثبتها في الكونكريت سلاب تاني الكابل تري ديتيل فور السيركيت هوم رن الخاصة سي مثلا باور زي ما احنا شوفنا فيه عندي هنا الكابلات هوم رن كابلز فروم البانيل بورد الحاجات او الكابلات اللي جاية من اللوحة مرصوصة على الكابل تري عشان ابدأ اطلع من الكابل تري اوصل السلك ما ينفعش اوصل السلك كده في الهواء لازم اوصله داخل فليكسيبل كونديوت متالك فليكسيبل كونديوت خمسة عشرين ملي متر فاي عشان اعمل القصة دي لازم يبقى هنا فيه كونكشن في النص اللي هو الفليكسيبل كونكتور ويز بوشنج اللي هو الجزئية دي اللي احنا شايفينها تمام عشان نعمل واصل بين جسم الكابل تري والفليكسيبل هناخد نمشي بالفليكسيبل طبعا الكابل معدي جواه هنروح لي جنجشن بوكس بوكس تيميع او بوكس توصيل تمام البوكس ده عشرة في عشرة 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 في عشرة سنتي متالك جنجشن بوكس او مية في مية ميلي متالك جنجشن بوكس البوكس ده عشان ادخله تمام بالفليكسيبل لازم يكون عندي فليكسيبل كونكتور كونكتور خاص بربط الفليكسيبل من الناحيتين سواء كان في الكابل تري او في الجنجشن بوكس بوكس ويز بوشنج طبعا لما باجي اطلع من الجنجشن بوكس دايما بطلع بادابتور بطلع بامتي ادابتور با كده روح موصل المصورة بتاعتي الامتي تمام واسبت المواسير دي في السلابة او في الكونكريت سلاب في الخرصانة باستخدام سي طبعا زي ما احنا شايفين هنا في الرد نفسه بتاع التسبيت في عندي يو تمام واحد وعشرين في واحد واربعين ميلي يو وفي عندي تمام مع الرد التاني طبعا في يو عشان نقدر نثبت عليها الردات مع الكابل تري وبالتالي احنا شوفنا دلوقتي ازاي بنعمل كيبول تري دي تيل فور السيركيت هوم رن وزي ما قلنا شباب الوصلات من الوصلات من اللوحة الى او الكابلات من اللوحة الى السوكت مسلا ده بنسميه الهوم رن ما ننساش في عندي الفلكسبل كونديوت تمام او كونكتور لما باجي اطلع من الكيبول تري اروح للمصورة الفلكسبل ولما بدخل بالمصورة الفلكسبل برضو في عندي الميتال الكنكتور ده لما بطلع من المصورة بروح للمصورة الامتي لازم يكون في عندي امتي ادابتور بعد كده في عندي المصورة الامتي ومن المصورة الامتي طبعا بتطلع الاسلاك الخاصة بتغذية السوكت او واتيفر انا اللي هغزيه تمام يطلع عندي الكابل ويروح للاوتلت او للمخرج بتاعنا وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة خاصة بالديتيلز اوف انستوليشن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة